سبع سنوات مرت على إعلان حيدر العبادي استعادة السيطرة على الموصل من قبضة تنظيم داعش معلنا وقتها ما سمي خطاب النصر حينها كان عشرات الآلاف من النازحين من مدينتهم ينتظرون طي هذه الصفحة والشروع بإعمار المدينة المدمرة التي تخفي تحت ركامها جثث آلاف المدنيين شهر شهران سنة سنتان حتى بلغت سبع سنوات ولا شيء تغير في المدينة الدمار على حاله والعودة المرتقبة لم تتحقق الشيء الوحيد الذي تغير هو سيطرة الميليشيات على المدينة وشروعها بتنفيذ مخططات استيلاء طائفي يستهدف تراث المدينة واقتصادها وما سلم من عقار وأراض في ظل وجود مجلس محافظة منزوع السيطرة إلا بما تسمح به الميليشيات والأحزاب النافذة كما يرى مراقبون مؤتمر مانحين عقد من أجل الأعمار ورصدت أموال لمشاريع نينوة بمليارات الدولارات إلا أن الفساد كما هو دارج كان الحائلة دون تنفيذ أي مشروع ذي أهمية لتبقى جهود إعادة الحياة في الموصل تعتمد على مبادرات فردية لا يمكنها أن ترقى لحجم الكارثة كل ذلك جرى على الموصل والمتسبب لم ينل العقاب حيث خلصت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق بسقوط الموصل إلى تحميل نور المالك وخمسة وثلاثين مسؤولا آخرين مسؤولية مجرى إلا أن نتائج ظلت حبيسة الأدراج ولم ينل أي من الجنات عقوبة مقترفة من جرائم حدثت في ثاني كبرى محافظات العراق مرور هذه السنوات الطويلة أوصل العراقيين عاما وأهالي الموصل خاصة إلى أنه لا نية للمنظومة الحاكمة بإعادة أعمار الموصل وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين إليها فيما يبقى الوضع الراهن مناسبا لمشاريع التغيير الديمغرافي التي يقوم بها وكلاء إيران في العراق